السلام عليكم معاكم شيكو زي ما تعرفون روكت ليجل جوال ما لها كم يوم نازلة فبما ان اللعبة جيدة فنعتبر منوب فيها اللي عادي اذا انت قدرت جيب القراند في اول يومين هذا شي ثاني المهمة علينا في هذا المقطع جبتلك 11 معلومة راح تفيدك في روكت ليجل جوال منها معلومات بتطور من لعبك وغيرها بيحسن من تجربتك للعبة فبدو اللي اطول عليك هات لايك اذا اجبك الفيديو واشترك اذا حاب شوف محتوى مرتب والان اخليكم مع داعم هذا الفيديو هذا المقطع برعاية اب غالري من شركة هواوي وزي ما تعرفون الاب غالري الان صار متاح على جميع اجهزة الاندروويد مو بس هواوي وتقدر من الحين تحمل عن طريق الرابط الموجود في الديسكريبشن لان الاب غالري فيه مزايا عروض مرة كثير وخلينا اقول لك عن واحدة منهم الان انت لو محمل الاب غالري نروح حمل لعبة يلا لودو عاد اللعبة معروفة وغنية عن التعريف وحاليا فيها عرض مرة رهيب وهو انك اذا ارسلت رابط العرض لاخويك وسجلوا دخولهم راح يجيك الماس واذا شحنت في لعبة يلا لودو برضو راح يجيك الماس فانت تقدر تجمع هذه الالماسات وتحولها لدولارات وراح حط لك تفاصيل العرض وكيف تستفيد منها تحت في الديسكريبشن فاذا انت الان ممحمل الاب غالري واش تنتظر؟ روح للرابط اللي بالوصف وحملها الحين المعلومة الاولى واللي كثير سألني عنها وهي كيف نسوي اير رول في الجوال فبكل بساطة عشان تسوي اير رول كل اللي عليك وانك تضغط القير حق التحكم اللي علي صار مرتين واربعة وفي المرة الثانية تعلق عليه وبكذا مبروك انت سويت اير رول وعاد السيارة راح تبقى تسوي اير رول الى ان تفك التحكم المعلومة الثانية واللي تعتبر شي جدا مهم وبيغير من لعبك بشكل كبير وهو شي مخفي في الاعدادات اذا فعلت راح تقدر تطير بسرعة خيالية عشان تفعل هذا الخيار المخفي تروح للاعدادات من فوق على اليمين وبعدها game settings ودايركت تخش على اول خيار فوق اللي اسمه configure من هنا راح يجيك هذا الزر اللي باللون الاحمر كل اللي عليك هو انك من على اليسار تضغط على الكلمة enable وتفعل الصحة اللي هنا زي ما تشوف الصح هذا تفعل زي كده وبيغير تختار المكان لي ناس وكفاء انا راح احطها هنا على فوق زي ما تشوف لو نخش الآن training ونستعمل هذا الزر دايركت راح تنط ورح يضغط boost فبدل لا تنط بزر الحال وتضغط boost بزر الحال هذا الزر دايركت بيخليك تنط وتضغط boost فهذا الشي بيخليك تطير بسرعة على فوق بيساعدك ومره بيحسن لعبك في روكت ليجل جوال المعلومة الثالثة هي انه يمديك تشبك كنترولر في روكت ليجل جوال ورح تقدر تتحكم فيها بشكل كامل لان اللعبة تدعم هذا الشي وكل اللي عليك هو انك تشبك كنترولر على الجوال ببلوتوث ومن بعدها دايرك تقدر تلعب اللعبة بدون اي اعدادات اضافية لازم تسويها ولكن العيب الوحيد لهذا الشي هو انك ما تقدر تغير اماكن ازرار التحكم ومجبور تلعب على الازرار اللي مختارتها لك اللعبة ولكن اذا احد منكم عرف كيف يغير اماكن الازرار يكتب لنا تاحت في الكومنتات عشان نفيد بعض المعلومة الرابعة حلوة بنفس الوقت غريبة مصح كلنا نعرف ان روكت ليجل اصلية اذا افقت او وقفت تتحكم لفترة معينة راح تنترد برا القيم ويجي بدالك بوت ففي روكت ليجل جوال اذا افقت راح تصير انت البوت فبدال لا تنترد برا القيم راح يتم التحكم بدالك من قبل اللعبة وبتكون انت البوت فاشوف هذا شي بحد ذاته اهانة ولكن الشي الحلو هو انك اذا رجعت تتحكم البوت بيوقف يتحكم بدالك وبيرجع كل شي طبيعي فاشوف ان هذه اضافة جدا فخمة للعبة واشكرهم عليها المعلومة الخامسة واللي قليل جدا يعرفونها واللي بنفس الوقت اكتشفتها بالصدفة وهي انك اذا دخلت التريننج وحطيت البوست الى ما لنهاية وعشان تحط البوست الى ما لنهاية تضغط على الاعدادات بعدين شو اوبشن واندن راح تفعل ثاني خيار اللي هو فإذا خليت البوست الى ما لنهاية وجلست تسوي اير دريبل في الهواء المدة 10 ثوانين راح يطلع لك عداد على فوق وهذا العداد بيحسب لك الوقت اللي قضيته وانت تسوي اير دريبل فبيجلس العداد يحسب لك الوقت الى ان تطيح الكورة عالارض فجربوها وقلولي في الكومنتات وإيش أعلى وقت قدرتوا توصلونا عاد أنا أعلى شيء قدرت أوصل له هو 36 ثانية قبل نروح للمعلومة السادسة تدري أننا إذا وصلنا المائة ألف مشترك رح أسوي فيس كاب فإيش تريد أن نوصلها في أسرع وقت ممكن والحين المعلومة السادسة هي أن اللعبة تدعم العربي بالكامل في كل قوائمها ولكن فيها بعض العيوب البسيطة مثل أن التدريب اللي يجيك أول ما تخش اللعبة رح يكون استفهمات ومستحيل تفهم منه شيء وبرضه بعض الأحيان يجي قليتش يخفي عدد الأقوال ويخفي كم باقي وقت عشان تنتهي المباراة وهذا الشي بيخرب تجربتك للعبة فحل هذه المشاكل هو أن تغير اللغة إلى إنجليزي وبإذن الله أنها تنحل وعاد إن شاء الله مستقبلاً لعبة تصلح هذه المشاكل ونقدر نستعمل اللغة العربية ولكن بما أن روكت الجوال جاء فيها لغة عربية هل تتوقعون أن روكت ليجل أصلية رح يضيفون فيها اللغة العربية؟ المعلومة السابعة هي أن على حسب الطور اللي تلعبه فيه ماب مخصص له وكلنا نعرف أن طور السلة يجيك ماب السلة ولكن الشي اللي قليل ملاحظينه هو أن في طور الـ 1v1 رح يكون المرمى قريب من الأرض أما في طور الـ 2v2 رح يكون المرمى مرفوع على فوق شويتين ما أدنوش المقصد من رفع المرمى ولكن من باب بالتغيير أشوف شيء حلو عشان ما نطفش ويكون كل الطورين زي بعض المعلومة الثامنة هي إذا حركت التحكم على خفيف رح تتحرك السيارة ببطل وهذا الشي مفيد جدا إذا كنت بيتسوي درب الأرض وتحاول تخلي الكرة فوق سيارتك في المعلومة التاسعة كلنا نعرف أن البوست في اللعبة رح يخلص عليك وعشان يتعب البوست لازم سيارتك ما تكون قاعدة تطير في الشي اللي قليل يعرفونه هو أنك تقدر تسوي فلب ريسيت في روكت ليج الجوال وغير كذا إذا سويت ريسيت تلقائي رح يتعبى عندك البوست ولكن عاد البوست ما رح يتعبى فل رح يتعبى للربع تقريبا المعلومة العاشرة هي أنك تقدر تسوي ويفداش على الأرض وتقدر تسوي شفل في السيلينج أمزح أمزح المعلومة العاشرة هي زي ما نعرف أن عندك سهمين على السيارة وكل سهم وله فايدة معينة السهم الأول واللي باللون الوردي فايته هنا يعلمك أنت وين موجه القير حق التحكم أما السهم الثاني واللي باللون السماوي فايته هنا يقول لك مقدم السيارة حقتك على وين متوجهة وهذا الشي بيفيدك أنك توزن مقدمة السيارة على الكورة عشان تقدر تسددها بقوة وبشكل عام إذا عرفت وفهمت الأسهم ذا الشي بيفيدك أنك دائم تعرف أنت وين موجه مقدمة السيارة وما تكون قاعد تلعب على عماها المعلومة رقم 11 واللي أشوف أنها شي ضروري لكل يكون عارفة هو أن فيه ثلاث أنواع لشوتات الكورة فيه الشوت العادية واللي بكل بساطة تروح للكورة وتشوتها وفيه عندنا النوع الثاني واللي يسمونه الشوتة الوردية وفكرتها هو أنك تخلي كفراتك الأربع تلمس الكورة وبعدها دايريكت تنط يعني كأنك تسوي في لبريست ولكنك تنط أول ما تلمس الكورة وبكذا أنت ويت النوع الثاني أما النوع الثالث هو اللي يسمونه الشوتة الذهبية وفكرتها هو أنك تشوت الكورة بمؤخرة السيارة يعني تمشي الكورة وبعدها تقلب السيارة وتنط وهذه كانت الثلاثة أنواع للشوتات فإذا كان في شوتة رابعة أنا ما ذكرتها أتمنى تكتبها لنا تحت في الكومنتات كذا خلصنا الـ 11 معلومة لكن قبل أن أختم بعطيكم كم معلومة على السريع بإذن الله أنها تفيدكم أول شيء ضروري أنك تروح للإعدادات حقة الجرافيكس وتخلي الفينامات 60 عشان تكون اللعبة سليسة والشيء الثاني عشان تقدر تشوف كم البنك حقك داخل الجيم لازم تروح للإعدادات وفي قسم الجيم بلاي فعل رابعة خيار من تحت وحط عليه صح وثالث شيء يفضل أنه أول ما ينتهي القيم أو إذا الخصم سوى فرفت على طول اطلع برى القيم عشان توفر وقتك وما تجلس تنتظر رابع شيء هو أنه فيه نطة غريبة وممكن تسميها قليتش في اللعبة ولكن الناس يسمونها الألترا جمب أو يعني النطة القوية ففكرتها هو أنك تنط نطات عادية وراء بعض ومع النطات هذه العادية بعض الأحيان تسلك معاك وتنط نطة جدا عالية فوق وأحيانا هذه النطة ممكن توصلك للسكف ولكن أنا شخصيا ما حصلت لي هذه النطة اللي توصني للسكف ولكن أحيانا نطة جدا عالية درجة أن يتعدى ارتفاع المرمى فأنت الآن أدخل الترينيق وسوي سبام عن نطات وجربها ممكن تسلك معاك وتوصل للسكف فبس كذا هذه كانت كل المعلومات المفيدة اللي قدرت أجيبها عن روكت ليق الجوال فإذا نسيت شيء أكتب لنا تحت في الكومنتات عشان نفيد بعض وإذا حابس أني أي سؤال تعالي انستجرام حقي هذا هو ظاهر لك تحت FF71Y وبإذن الله في الانستجرام حقي رح أنزل أخبار عن لعبة روكت ليق سايد سوايب لأن غالبا إذا نزلت تحديثات للعبة ما ينفع أن يسوي مقطع كامل في اليوتيوب عن بعض التحديثات اللي في اللعبة أو عن بعض التعديلات اللي أضافوها فدائع من الأشياء البسيطة اللي زي كذا أتكلم عنها في الانستجرام ولكن إذا مستقبلا صار في حدث أو صار في شيء جدا جميل في اللعبة مثلا أنهم فتحوا تريد في اللعبة بإذن الله رح سوي مقطع ثاني عنها ولكن في فترة حالية ما أظن رح سوي مقطع ثاني عن روكت ليق سايد سوايب وترى ما بقالنا الشيء على العشرة ألاف متابعة في الانستجرام فتعالوا خلونا نوصلها وهذا أهم شيء أتمنى أنك تستعمل كود الأيتم شو بحقي FF71Y إذا حابت تدعمني ودائما أبدا بالختام صلوا عن نبي اشتركوا في القناة